القصة بتاعت مصاري إجباري القصة أسيساً القصة معمولة حل وقصة ممكن تبقى موجودة في حياة بيوت كتير وناس كتير هو أولاً أن أعيز أشكر دكتور باهر دودار صاحب المعالجة الدرامية وده سنريو حوار أناو ومينة ببياو ومحمد محرز ورشة فهي القصة الفكرة حل وفكرة كمان أننا أول حاجة بنعمل مسلسل لتنين شباب أحمد داش وعصام عمر فدي خطوة يعني تشكر عليها جداً المتحدة أن هما قدوا فرصة لدول أن هما يبقوا موجودين بي نفسهم جوم كبيرة في رمضان لأن الجيل ده محتاجين أبطال من سنهم يتكلموا بالسنة يتكلموا بشخصياتهم بحوادتهم بأفكارهم